اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او الاستواء المدة طويلة او التركيز في شغله معاين لمدة طويلة بيبدأ الفقرات تضغط على بعض جامد ويبدأ الغضروف من جوه يتآكل مع تآكل الغضروف ده بالوقت بيبدأ يطلع برة ويضغط على الاعصاب في القناة العصبية فبيضغط لنا على العصب بيعمل بعض الالام ويعمل مصل زبازم اللي هو تشد العضلي وبيأثر جامد على سواء لو في الفقرات العنقية بيأثر على الدراع اليمين او الدراع الشمال على حسب الاصابة جات فين التأثير دهوت بيبنى تكتب بعد كده في حدوث تنميل في الصوابع او في ان الانسان ما بقدرش يستخدم ايده بشكل كويس او فيه واجع بيبقى معاه جامد في كتفه او اليمين او كتفه الشمال التاني حاجة هنتكلم عليها الفقرات القطنية بالنسبة للفقرات القطنية الضغط الجامد على الفقرات القطنية برضو بيسبب نفس النتيجة بس بيبقى معاه تنميل في رجليه اليمين او رجليه الشمال ده اللي هي بنسميها عرق النسا اللي عارف المتداول عنها بالنسبة للأسباب بقى بتاعتنا اللي هو للفقرات القطنية بتبقى الأسباب اللي هي بتسبب الحدوث الموضوع ده هو اللي قعدت كتير الغلط على كرسي مش مزبوط او النوم قدامي التلفزيون اللي هي نص نوم او بيسموها اللونج سيتينك او اللي هو شيل الحاجات التقيلة بشكل غير صحيح الانسان ينزل بيبقى موضط ظاهره كله ويطلع بالحاجة مرة واحدة دي برضو من الحاجات اللي بتسبب الألم الغضروف والشد العضلي صورة رقم واحد زي ما احنا شايفين هنا كده في الصورة اللي على الشمال ده هو هو ده الغضروف الصحيح بدي الفقراتين فوق بعض اهمت اللي على الشمال ده هو الغضروف الصحيح شايفين هو سليم ازاي ده بيبقى شايل الضغط ما بين الفقرات فوق بعضها البعض بيبدأ بعد كده نتيجة بالقعدة الغضروف اللي هو الفقرات بيتميل على بعد قدام زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على اليمين بيبدأ الضغط عليها يكون جامد فالغضروف ده بيحصل له ربشر او بيتقطع ويطلع من مكانه والفقرات بتضغط على بعضها الجامد اوكي السورة 2 تمام كده من اهم الاسباب برضو المسببة للموضوع ده هو تسمنة المفرطة او السمنة بشكل عام لان نسمى يبقى عنده كرش او حاجة السورة راكم اتنين شفنا فيها الغضروف هوات الحتة الزرقة دي اللي طلعت ازاي من مكانها والطبيعي بتاعها يبقى مكان الفقراتين على بعض هو كده الحتة الزرقة دي طلعت من مكانها هو ده الغضروف بيبدأ يدخل في القناة العصبية اللي هي موجودة وراء اللي هي موجودة وراء دهيت بيضغط على الاعصاب بيسبب لنا بقى التنميل وبعد الاحيان في المراحل بتاعته بيسبب الشلل او بيسبب حاجة اسمها سقوط القدم على حسب هو درجته ايه تمام كده الصورة زي ما كنا بنقول الاسباب الكتيرة اللي بتسبب الموضوع ده هوات اهم حاجة فيها الجلوس الخطأ لفترة طويلة والسواقة الكتير دي معنا صورة رقم 3 هيت بيبقى ده اللي على يمين دوت اللي هو الغضروف الصحيح واللي على الشمال ديت الفقرات بعد ما حصل لها تآكل بعد ما حصل لها خشونة زي ما كنا بنقول بقى الاسباب اللي بتقدي للموضوع ده هوات الاول حاجة العادات الخطأ الكتيرة في الاعداء كتير او الوقفة الكتير او السواقة الفترة طويلة السمنة برضو الوزن الزايد عن الجسم اللي هو الكرش دوت بيبقى بيبقى عامل ضغط كبير قوي على الفقرات بتاعة الظهر بيسبب برضو بعض الاسباب تالت حاجة الحمل فأثناء فترة الحمل معظم النساء بتشتكي من علام في الظهر علام في العمود الفقري نتيجة ضغط بتاع وزن الحمل على الظهر طيب الحاجات ديت بتبدأ بعد فترة معينة بتدخل مني بعد الضغط دهوات وبعد ال Becky الغلط الكتير بتسببلي أول حاجة بتسببها الشد العضلي أو المصال الزبازم الشد العضلي ده هو بيبدأ يدخللي في بين أو في ألم وبنسمع الحلقة المغلقة بتاعت الشد العضلي بيجيب ألم والألم يعمل شد عضلي أكتر فدية هي المنظومة تبقى ماشية كده المريض بيحس طبعا بشد عضلة جامد في أسفل ظهره وفي عضلات في الفقرات العنقية بيبقى جسمه كله متشنج مش قادر يتحرك كل ما الشد العضلة دهات بيزيد بيجيب ألم والألم بيسدد مزيد من الشد العضلة لحد ما يحصل تدخل في الموضوع طبعا عايزين نتكلم عن العلاج بتاع القصة ده هي تأول حاجة في العلاج بتاع القصة دي أول حاجة العادات السليمة أننا بقى يعيد جسمي مفروض كويس ما عودش فترات طويلة قدام حاجة ما عودش قدام التلفزيون موطر أبتي لتحت كتير دايما نحاول أخلي رأبتي وظهري في النيوترال بوزيشن بتاعه في الوضع القائم بتاعه على قد مقدر تاني حاجة اللي هي الممارسة الرياضة بصورة منتظمة ولو حتى نص ساعة في اليوم يبقى كفية جدا تالت حاجة أبعد عن التوتر والضغط العصبي على قد مقدر لأن ده بيسبب شد عضلي والشد العضل زي ما قلنا بيسبب ألم والعملية بتانيها مستمرة وأهم حاجة في الموضوع ده هوت بالنسبة للناس اللي وزنهم تقيل أن هم يخففوا الوزن لأن الكيرش ده هوت بيبقى أكبر عامل بيضغط على الفقرات الضهر ويسبب لنا الانزلاق الغضروفي في الفقرات عايزين نتكلم برضو عن اللي هو التقويات برضو مهمة جدا لازم أتكلم عن التقويات العمود الفقري تقويات عضلات الضهر تقويات عضلات البطن لأن عضلات الضهر مع عضلات البطن تبقى عاملة زي ميزان كده هوت للعمود الفقري دي لازم أحافظ عليها بشكل منتظم إن أنا أعمل تقويات على طول بشكل منتظم للعضلات الضهر وعضلات الكتاف من فوق والعضلات العنقية من فوق دي بتحافظ على الضهر وتحافظ لنا على الفقرات بطريقة كويسة جدا تاني حاجة هنتكلم عن خشونة المفاصل بصفة عامة وبالذات طبعا مفصل الرجبة لأن الشعب المصري كله معظمه بيشتكي من خشونة في المفصل الرجبة نتيجة القعدة كتير الخطأ اللي كانت في المواصلات أو في العمل أو في هنا أو هنا خشونة مفصل الرجبة بالذات بيبقى العضمتين بتوع الفخز والعضمة اللي تحتها على بعد كده وما بينهم غضروف بنسميه الغضروف الهلالي مع الوقت والضغط والوزن الزايد وطلوع السللم كتير والحركة كتير يبدأ الغضروف ده هو تيتاكل ويحصل فيه ربشر ويضغط على الفقرات العضمتين نفسهم يضغطوا على بعض بيسببوا بقى ألام شديدة جدا بدرجة ان العين في بعض المراحل ما بيقدرش يفرد رجله ما بيقدرش يتني رجله ما بيقدرش يطلع سلم أو في ناس رجلهم بدخونهم وهم ماشيين في الطريق أو كده هوات ما بيعرفوش يتعاملوا في الحياة هم الطبعين زي ما قلنا ان الأسباب اللي بتسبب الموضوع ده كتير جدا أهمها طبعا الوزن الزايد وأهمها القعدة الكتيرة برضو التانية الرجبة فترة طويلة لازم نعود نفسنا ان احنا كل ما نقعد فترة تانية ركبنا نبدأ نفردها بعد كده هوات ولو حتى كل نصف ساعة أفرد رجلي خمس دقايق أفرد جسم كله خمس دقايق الموضوع ده مهم جدا وبيحافظ على تكوين الغضريف وتكوين ما يحصلش فيها تآكل وما يحصلش فيها ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خاليل اتفضل دكتور بعد اذنك كان ليا سؤال بعد اذنك اتفضل فاني أفضل علاج لسقوط القدم ايه دلوقتي موجود في المجتمع الطبي هو سقوط القدم يا ساس خاليل بيعتبر من مراحل متأخيرة جدا للانزلاق الغضروفي أو سواء كان حصل نتيجة حدثة أو نتيجة أي حاجة للأسف هو على حسب نتيجة سقوط ما ما فيش حدثة حاجة بها هي عملية في العمود الفاكر هي عملية في العمود الفاكري طيب العملية دي ممكن يكون نتج عنها ضغط على الأعصاب اللي نزلة للقدم فهو بياخد من شهر الاثنين أو من شهر الثلاث شهور على بما يبدأ الضغط ده يحصل له ريليز أو يتشال من على الضغط وأفضل حاجة دلوقتي إن احنا نشتغل عليها تقويات طيب زي ما قلنا كنا منتكلم على موضوع العمود الفاكري الخشونة المفاصل أهم حاجة بقى في خشونة المفاصل إن أنا لازم أدف رجلي كويس وعمل لها كمادات سخنة على الأقل 3 مرات في اليوم كل مرة ربع ساعة كل مرة ربع ساعة أجيب إربة سخنة وأحطها على رجلي تاني حاجة أعمل تقويات للعضلات الفخدين العضلات الأمامية اللي هي العضلة الربعية والعضلة الخلفية والتقويات دي تكون بنسميها استاتيك اللي هي تكونش الرجلي فيها متنية تبقى الرجلي فيها مفروضة 180 درجة وأشد دمشت رجلي علي كتير وأبدأ أرفع لفوق أزا ستارت كده ممكن نعمل مثلا أربع مجميع في 15 عدة 3 مرات في اليوم ده بيساعد جدا لأن العضلة الربعية ده هات بتشيل الضغط بنسبة 20% أو 30% عن مفصل الربع ممكن صورة اللي هي رقم 4 ديت زي ما شفنا في الفقرات العنقية بعد ما الضغط حصل على الغضروف الغضروف طلع مكانه بدأ الضغط يوصل لأعصاب بتاعة الدراع بتبدأ هي تسمع معايا في الدراع كله بتعمل تنميله بتعمل ضغط جامد علينا فالده بيبقى معايا تنميل في الدراع جامد قوي وبيبقى مش قادر يمسك حاجة مش قادر يشيل حاجة مش قادر يتحرك بدراعه كويس بالنسبة للعلاج بتاع الانزلاق الغضروفي في الفقرات العنقية أهم حاجة عندي أني لازم حافظ على رقابتي في الوضع الطبيعي بتاعها في الوضع الطبيعي بتاعها لفترة طويلة على قد ما أقدر وما يعملش القدام كتير أين كانت الأسباب ألو ألو أيها سيد إسلام تفضل أحسنا بالحجة يا جماعة أهلا بيك معاي رجبتي يطلع من 14 شهر كل لازمة تجدجها شمال ويمين أيها فانديم السماء حضرتك السؤال تاني لو سمعت أحب تجدجها على بول السؤال تاني أقولك رجبتي أه أه تقطاية الرقبة على طول ده غلط جدا في سؤال تاني طيب تحب تزاوده ماشي بس ده لازم تجدجها يعني في اليوم كنتبع ده مرات عشرة وتجعني على بول بحث لازجة كده بتحس بالوجع كده في أسفل الرقبة من تحت في الجنب في الجنب اليمين ولا الشمال اليمين فيه شد عضلي بتحس ان العضلات مشدودة فيها جامد ولا طبيعية لا بحث انه يعني شد كده شد يعني أول بس ما تجدج عطروق تمام تمام طيب بالنسبة أوكي هارد على حضرتك دلوقتي بالنسبة لتقطاية الرقبة أو أي مفصل في الجسم طبعا التقطاية دي الكتيرة منها بتبقى غلط ومش كويسة بالنسبة لك يا سيد اسلام أنا عايز من حددك تعمل كمادات سخنة على رقابتك سواء من الجنب أو من وراء الأماكن اللي فيها الوجع ربع ساعة ثلاث مرات في اليوم تجيب إربة سخنة تحطها وتدهم بعدها أي كريم مساج وعايزك ثلاث مرات في اليوم كل مرة ربع ساعة هتجيب مخدة تلفها أو فوطة تلفها على شكل استوانة وتحطها تحت رقابتك وتنام على أرض نشفة لمدة ربع ساعة ثلاث مرات في اليوم ده هيرياحك جدا إن شاء الله ونرجع الثاني اللي كنا نتكلم فيه كنا نتكلم في خشونة العمود الفقري زي ما احنا شوفنا كده بيبقى فيه حاصل ضغط على الأعصاب بينزل على الإيد جامد زي ما قلنا بيبدأ العين ما بقدرش يشيل حاجة ما بقدرش يحط حاجة ما بيعرفش يتعامل كويس في حياته الطبيعية أهم حاجة لعلاج الموضوع ده هو زي ما قلنا الكمادات السخنة ثلاث مرات في اليوم وبعدين تقوية العضلات الخلفية بتاعت الرقبة ثالث حاجة النومة الصحيحة أهم حاجة النومة الصحيحة لازم أكون نايم على مخدة طرية ويفضل أنام طيما على ظهري ولو هنام على جنبي يمين أو الشمال لازم يكون المخدة مالية المساحة ما بين الكتف والرأس ما تبقاش الرأس ميلة كده ولا ميلة العكس لازم أكون نايم رأسي في الوضع الطبيعي الوضع السليم بتاعه لأن النومة الغلط ده هي بتسبب برضو ضغط على الفقرات وضغط على الغضروف بفترة لأن عدد ساعات النوم بتبقى طويلة فالضغط تبقى 8 ساعات متواصل ممكن بعد كده هوت النومة ده هات برضو تسبب لنا تشنك في العضلات واللزباز مدهوت برضو بسبب لنا ألم جامد يبقى الشخص مش قادر يحرك رأبته لايمين ولا شمال فنحاول نخلي بالنا من النومة وتبقى على مخدة طرية أو مخدة تكون يفضل النومة على الظهر الفطرة يكون أفضل طبعا نرجع لموضوع الخشونة المفاصل خشونة المفاصل دي أكتر حاجة بتيجي فيها خشونة المفاصل هي الركبة ودي لأنه هو أكبر مفصل في الجسم يعتبر شغيل وزن الجسم كله وأكبر مفصل مؤثر معايا في الجسم كله خشونة الركبتين بالذات بتبقى مراحل كتير قوي بتبدأ من حاجة بسيطة تنتهي بأن احنا بيغيروا مفصل الركبة خالص والمراحل المتأخرة فإحنا عشان نحافظ على الموضوع دهوت لازم ما عودش فترة طويلة تاني ركبتي أو حطتها تحت مني أو كده أو كده لازم كله نص ساعة أقوم أغير من وضعية جسمي تاني حاجة وأهم حاجة المشي المفيد جدا للحفاظ على الركبة من الخشونة لو همش نص ساعة بس في اليوم ده بيحافظ على الركبة من الخشونة وبجدد كل نشاط الجسم معي تالت حاجة عشان نحافظ على الركب عشان نحافظ على رجلي كويس التقويات بتاعت العضلات اللي احنا قلنا عليها العضلة الرجعية والعضلة الخلفية التقويات دي مفيدة جدا وبتخليني أحافظ على لأن العضلة طول ما هي قوية بتشيل الضغط اللي نازل على الركبة بشكل كبير جدا الثالث أهم وثالث حاجة تخفيف الوزن لأن الوزن الزيادة دهوات أو السمنة الزيادة دهيات بتبقى عامل ضغط شديد يعني كل وزن الجسم بقى نازل على الركبة فإحنا بنزود عليها الثلاث أضعاف أضعاف ما هي بتقدر تستحمل فالغضروف ما بيستحملش الضغط الشديد دهوات يبدأ يدخل معايا في الخشونة والكلام دهوات فلازم أحاول أخفف وزني وأحاول أبقى وزني الطبيعي المزبوط على قد مقدر ممكن الصورة بتاعت المفاصل للركبة لا اللي بعدها اللي بعدها اللي بعد دي اللي بعد الصورة اللي فاني أيوة زي ما إحنا شايفين هوات قادي تركيب مفصل الرجبة بيبقى معايا العظمة الأمامية والعظمة الخلفية ما بينهم الغضروف اللي هو الأزرق دهوات ده من كتر الضغط والوزن الزايد بيبدأ الغضروف ده يتآكل ويسبب لي ألام هو بيبدأ الأول بمرحلة التآكل الخفية بتبقى ألام خفيفة الألم ده هي بتبدأ تزيد مع الوقت بعد كده لأن العظم نفسه بيبدأ يحصل فيه حاجة اسمها فاسد جوينت الفاسد جوينت ده بيحصل إن العظم نفسه فيه بيبدأ يتاكل ويبقى خشن ويحكه في بعضه يعمل ألام شديدة جدا زي ما قلنا العظم بعد كده بعد الغضروف اللي في النص ده طبقة الغضروف دي ما بتتاكل بيبدأ العظم من هنا ومن هنا بيحصل فيه تآكل وبيبدأ زي ما احنا شايفين كده في الصورة العظم نفسه بيحصل فيه تآكل من فوق ومن تحت يبدأ وإحنا الإنسان بيتحرك يعمل معاه ألم شديد جدا وبتوصل في بعض المراحل إن رجله بتخونه ما بيقدرش يتني رجله ما بيقدرش يفردها ما بيعرفش يتعامل ما بيقدرش يطلع السلم كل دي حاجات بتبقى شديدة زي ما احنا شايفين كده في الصورة هنرجع نكمل تاني أهم حاجة زي ما احنا قلنا إن احنا نحافظ على العادات الصحية السليمة ما الأهم وما أعودش فترة طويلة قوي أنا عارف طبعا إن احنا هنا الدنيا زحمة في المواصلات والواحد بيعود في العربية بالساعتين والثلاثة فحاول على قد ما أقدر لو كل ساعة أو كل نصف ساعة أبدأ أفرد جسمي كله وأخذ وضع الطبيعي كده هوت وأنا في العربية أو في المكتب وفريدر أبتي كده هوت الوضع الطبيعي بتاعها وفريدر رجلية ده بيدينا بيشيل الضغط الجامد على الفقرات وعلى الرجبة وعلى الغضريف ثاني حاجة مهمة زي ما كنا من الكلم ممارسة الرياضة لو نصف ساعة بس كل يوم أعمل فيها زي تقويات عامة كده العضلات الجسم كلها أقوى عضلات الفقدين العضلات الأمامية العضلات الخلفية أقوى عضلات الضهر عضلات البطن لأن كل ده بيساعد معي في إزالة الضغط عن الغضريف ثالث حاجة عايز نقولها طبعا الكمادات السخنة أو الدش السخنة طبعا مفيد جدا بذات لو الإنسان ياخده كل يوم مرة قبل بينام بيساعد على الاسترخاء في كل العضلات فبالتالي لو فيها شد أو فيها سبازم بيروح وبيعمل لنا زي مادة مغزية أو بيزود الدم اللي رايح للغضريف فبتبدأ الغضريف دي تاخد الغيزة بتاعها السليم لأن سبحان الله ربنا خالق الغضريف بتاعتنا التخذية اللي تبقى رايحة لها ضعيفة جدا وبتحصل دايما أثناء النوم فلازم نساعد على أن ده يحصل ثالث حاجة عايزين نقول برضو التخذية السليمة بتساعد جدا في تخذية الغضريف وتخذية العمود الفقري ومنع الهشاشة يعني لو قد رايح اخذ كل يوم ببيت لبن أو بيض مسلوء أو اقعد في الشمس شوية عشان ما يحصل ليش هشاشة وما يحصلش أن العضم بتاعي يضعف وبرضو دي بتدي حاجات مغزية للغضريف بطريقة قويسة أهم بالنسبة للعادات الخاطئة برضو ما قعدش كتير قدام التلفزيون وبقى التلفزيون واطي عني أو أنا قاعد موطر أبتي كده أو أنا قاعد لونج سيتنج اللي هو نص سنومة كده ورقبتي في الوضع مش مزبوط بتاعها ده برضو بيبقى ما عايزين نبطل العداد دهيات كلها وخلي التلفزيون مرتفع عني بحساب أنا بتفرج عليه ورقبتي بصة الفوق كده هوت واخدى الوضع اللي هو الورد دهوت لأن الده بيساعد على تقليل الضغط اللي واقع على الغضريف وعلى الفقرات العنقية ثالث حاجة لما يجي نشيل حاجة تقيلة منزلش بجسم كله أميل كده وسطي عشان أشيلها لأنا أنزل بجسم كله أرفص واحد من الحاجة كده هوت واطلع بيها علشان ما يحصلش ضغط على رقبتي يكون وعلى رقبتي ولا على الفقرات القطنية يكون الضغط عليهم شديد أحاول أنا أخفف الضغط برضو بالطريقة دهياتا مرحباً 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 تاني حاجة مهمة جداً التوتر سواء كان في الشغل أو في الحياة العامة ده التوتر بيزود الضغط أو بيزود الشد العضلي بيزوده بطريقة قوية جداً فنحاول أنا ما بقاش متوتر طول الوقت حول أنا كل أسبوع لو ينفع أروح أخد جلسة مساج أو جلسة علاج يدوي اللي هو سونا وسبوع أو أي حاجة لأن دي بتشيل التوتر وبتخلي العضلات دايماً في وضع استرخاء وضع ريلاكس كويس ده بيقلل الضغط وبيقلل موضوع الألام بطريقة مهمة جداً عايزين نبدأ نتكلم بعد كده عن العلاج لكل حاجة بالنسبة للفقرات القطنية لو الإنسان عم عنده انزلاء غضروفي هو خلاص حصل وبقى فيه انزلاء غضروفي ده بيبدأ يجينا في العلاج الطبيعي نتعامل معاه ببعض الأجهزة اللي هي بتضيع الألم شوية وفيه أجهزة تانية بنزود بيها البلات سبلاي أو الدم اللي واصل للغضروف وللمكان دهوت فيبدأ العين يحس معانا براحة وبنبدأ نعمله حاجة اسمها جهاز الألتراسان أو الموجات الصوتية دهوت بيساعد شوية على ان الغضروف اللي طالع دهوت يبدأ يرجع مكانه مع بعض التمرينات والطقيات المخصصة لكل حالة ده بتساعد على ان احنا نحاول نرجع الغضروف على قد ما نقدر لمكانه وبنشيل الضغط اللي نزل على العصب دهوت فيبدأ العين يمشي بطريقة كويسة ويتعامل بطريقة كويسة بعد ما كان فيه ضغط مع العصب بمسمى بلوء تنميل وألام في رجليه تاني حاجة برضو بالنسبة لخشونة الركبة احنا بيجينا العين نتعامل معهم بنفس الاسلوب بنفس الطريقة بديبقى معانا بعد التمارين للتقويات وزي ما قلنا بنقوي العضلة الأمامية والعضلة الخلفية بشكل قوي جدا تاني حاجة بنعملها ان احنا بنستخدم بعض الأجهزة نحاول نشيل بها الضغط عن الركبة ونساعد ان الركبة تبقى كويسة ومعانا بعد الرسائل أنا مريضة بألم في الرقبة والأكتاف والركبتين والظهر والزراعين وعملت إشاعة وأخذت مسكنات ومفيش أي نتيجة وأنا عمري 20 سنة طيب بالنسبة لحضراتك اللي عندك 20 سنة أحاول أهم حاجة دلوقتي أعمل تحليل شوف عندي في روماتويد ولا لأ لو ما فيش روماتويد أبدأ أعمل كمدات سخنة كتير على الركبتين وعلى الظهر وأبدأ أشتغل رياضة على قد مقدار وقوي عضلات الظهر وقوي عضلات الفخزين زي ما قلني إذا سمحت يا دكتور مساب ألم اليد اليمنى من الكتف إلى أطراف الأصابع ألم شديد مع الإحساس بسخونة شديدة من الداخل ألم اليد اليمنى مع الأطراف ومن الكتف للصابع ومن الكتف دهوت أكيد هيبقى فيه ضغط على الفقرات في المنطقة العنقية أنصح عليك تعملي X-ray عادية خالص نشوف بها الدنيا فيها إيه ولو كان طلع فيها حاجة ممكن بعد كده أعمل رانين ونبدأ أن ناخد القصة بتاعت العلاج بتاعنا أقف بالصورة متواصلة لمدة 9 ساعات في اليوم من سبب ألم كبير في الظهر وقضمين فيما العلاج المناسب العلاج المناسب أن أنت بعد ما تروح البيت بعد 9 ساعات دهوت أحاول أخذ دش سخن جامد وركزه قوي على فقرات الظهر وركزه قوي على الركبة وأحاول في حالة 9 ساعات دهوت أخذ راحة ولو مرتين 3 كل مرة ربع ساعة أو 10 دقيق هيتفيد جدا معي عندما أستيكز من النوم يكون أصبعي مجدودا بنحناء مع ألم الموضوع الصابع المجدود دهوت ممكن يبقى حاجات كتير جدا ممكن يبقى فيه ضغط هنا على الوطر بتاع الصابع الصغير ممكن أعمله بس كمدات سخنة أو المسحة وأفرده بالراحة شوية شوية هيكون راح معي الألم دهوت خالص خلصنا كده الرسائل اللي كانت معنا نرجع نتكلم تاني عن موضوعنا زي ما قلنا بعد كده أحاول أقل بقى من العادات الخاطئة اللي أنا بعملها طول اليوم لأن ده بيساعد معي في التثبيت الجسم أهم حاجة برضو عايزين نتكلم عليها السمنة لأن السمنة بتعمل زي ضغط جامد وضغط جديد على كل حاجة في الجسم ابتداء من عضلة القلب ابتداء من الفقرات القطنية ابتداء من الركبتين وخشونة الركبتين في موضوع السمنة ده هو موضوع كبير جدا وأنا مش عايزين ندخل فيه بتفصيلا بس أهم حاجة نحاول نحافظ على أكلنا على قد ما نقدر يبقى أكل صحي وما فيهوش دهون وما فيهوش كاربوهايدرات كتيرة ويبقى أكل صحي ومنظم بشكل طبيعي وفيه كل الحاجات الصحية اللي أنا بحتاجها علشان ما مدخلش إن أنا في سمنة ومراحل السمنة المتطورة ويبقى موضوع يكبر مني ويسابل لنا كل الأمراض والألام بتاعت السمنة عايزين قبل ما نختم الحلقة نتكلم بصفة عامة كده هو إن الإنسان المفروض يعمل يكون يعمل رياضة عامة ينشط فيها جسمه ينشط فيها كل عضلات جسمه يقوي كل العضلات على قد ما يقدر ويقوي الدورة الدموية لأن الرياضة بتساعد على تحسين الدورة الدموية وتحسين كل حاجة في الجسم شكرا معاكم كان معاكم دكتور أحمد دسوقي برنامج صحة وعافية من قناة الصحة والجمال والسلام عليكم ورحمة الله